السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشرع الألماني مع محمود التلباني النهاردة ان شاء الله هنجتد نتكلم مع بعض عن دياداتيف اللي هي حالة الجر والمجرور في اللغة الألمانية هو الدرس النهاردة مش سهل محتاج مذاكرة ولكن انا اشغال عليه حوالي اسبوع بحيث انظم لكم كل حاجة واجيب لكم كل التريكات اللي بتيجي في الدرس دوت وكل الاختلافات في المعنى والاستخدامات وهنبتدي ان شاء الله نشوفي الكلام ده كله مع بعضينا بحيث ان الدرس يكون سهل على قد ما نقدر والكلام يكون منظم فبالتالي تقدر تكتب ورايا وبالتالي تبقى كل حاجة منظمة ومبسطة وسهلة ان شاء الله النهاردة حالة الجر والمجرور هنبتدي نعرف انت بنعمل داتيف في اللغة الألمانية زي ما اتكلمنا في درس الأكوزاتيف ان فيه افعال بتعمل أكوزاتيف وفيه حروف جر بتعمل أكوزاتيف ولكن احنا لسه ما خدناهاش انا سايبها للحلقات اللي جاية فالنهاردة هنتعلم مع بعضينا الأفعال اللي بتعمل داتيف وحروف الجر اللي بتعمل داتيف وفي الحلقات اللي جاية ان شاء الله هناخد مع بعض الأفعال المتعدية لمفعولين بتعمل أكوزاتيف وداتيف وامتى تاخد أكوزاتيف ومين اللي ياخد داتيف هنتعلم مع بعض وهيبقلنا برضو حروف جر مشتركة يعني تمشي ان هي تستخدم للأكوزاتيف وللداتيف وهنتعلم كل دوت مع بعضينا وفي الحلقة دي كمان ان شاء الله هحط لكم معاها حروف الجر اللي بتعمل أكوزاتيف وهو الموضوع بسيط بتاع حروف الجر الأكوزاتيف فده كده هوت ان شاء الله هتبقى في الحلقات اللي جاية القريبة في الجراماتيك بتاع الأعينز النهاردة انا هبتدي اوريلكم دلوقتي الانهالت بتاعنا هنمشي ازاي وبعد كده هنبتدي نشوف حروف الجر اللي بتعمل داتيف والأفعال اللي بتعمل داتيف عشان ما طولش عليكم انا بس حبيت راشرح لكم النظام هيبقى ماشي ازاي عشان تبقى فاهم الدنيا هتبقى ماشي ازاي معنا ويلا بينا دلوقتي شباب نبدأ عشان منضع شوات هنا هوت الانهالت يعني الملخص بتاع الحلق النهاردة هنتعلم البشتام تايتيكلا امداتيف اول فراجن هو الفراج برانومن امداتيف بعز انا البرانومن امداتيف بديو السيكيلا امداتيكل امداتيه الفراجين وفراجاتي امداتيه هينا البشتم تايتيكال يعني ادهات المعرفه ادهات الناكرة ادوات الاستفهام بعزنا البنوم الدمار الشخصية البوستسيف أدوات الملكية والنيجاتيف أدوات النكرة في حالة الجر والمجرور أنا طبعا حابب أن أكتب لكم كل حاجة بالجرمان بحيث أنك أنت تحفظها ومع التقرار هيبتدي الموضوع يبقى سهل فتحفظ كلمات جديدة طيب أولا زي ما شرحت لكم هشرح تاني بطريقة أبسط الداتيف هو جر ومجرور قريب في اللغة العربية زي حالة الجر والمجرور زي ما بنقول في كذا لفلان هعمل دوت لكذا فهو حالة الجر والمجرور ولكن طبعا لها شواز لأن كل لغة في لها الشواز بتاعتها فمش شرط هتلاقي كل حاجة بالزبط زي اللغة العربية ولكن أنت بس يعني إيه بتبتيت تتعلم جمل اللي بتبتيت تكونها وتركبها في دماغك فتبتيت تبحث الفاب ده هيبقى إيه حرف الجر هيعمل هنا إيه ودي بيبقى النوت اللي بتبقى في دماغك جميل اللي بيبقى فعلك البطن فخلص أنت بيكون حفظتها بالنسبة بقى للشواز هتبتيت تتعلمها واحدة واحدة ومع التكرار ومع الاستخدام كل حاجة هتبقى سهلة إن شاء الله فعندنا هنا هوت الداتيف اللي هو حالة الجر والمجرور بيجي عن طريق واحد الفابم الداتيف يعني أفعال بتعمل الداتيف دوت هنتعلمها مع بعض وهنشوفها النهاردة وربوزاتسيونم الداتيف وحروف جر بتعمل حالة الجر والمجرور ده دعونا دلوقتي نبدأ بالأفعال اللي بتعمل الداتيف عندنا هنا هوت الفابم الداتيف أول فاب معانا هو فاب فيلن يعني يفتقد أو ينقص فيلن فيلن جهورن يخص أو ينتمي لي جهورن وممكن بيجي مع حرف الجاردسو فأقولك دو جهورتسمية يعني أنت بتنتمي لي أنت ملكي أو أقولك دو جهورتسمية هي هي ولكن الشائع بتبقى جهورتسمية ده يعني اللي أنا بشوفه أكتر في الأغانية ولكن الاستخدامين صح عندنا الفاب اللي بعد كده يعني يعجب بشيء ونخلي بأننا نعمل الأهي نهوت باللون الأحمر لأنهي نهوت ديت من الاشتاكن فابم اللي بتتلقى تبقى إيه اللي هي أوملاوت مع دو و أ و إس و زي زي ما خدنا في حلقة الفابم بعد كده الفاب الرابع معانا يعني يهنئ بتهنئ شخص تقول إيش جراتوليغة ديه أنا بهنئك هلفن يساعد بسن تسو يناسب لي وتسو هنا هو برضو ممكن تحطها أو ممكن تشيلها فأقولك دس بست مية ده يناسبني وأقولك دس بست سو مية ده برضو يناسبني الفاب شمكن يعني يتزوق شمكن يتزوق انتباطن يجيب انتباطن يجيب دانكن يشكر دانكن يشكر أقولك مثلا إيش دانك ديه أو دانك ديه على طول يعني شكرا لك وفاب اس جيت للسؤال عن الحال فأقولك بي جيتز ديه بي جيتز ديه دايما بتيجي معانا داطيف وده تقريبا الاستخدام الشائع لها بي جيتز ديه أو دا بي جيتز اينل بي جيتز ايش اللي هي كيف حالكم كيف حال حضرتك لصيغة الاحترام وبعد كده حابب أضيف لكم الفابين دولت بالاستخدامات الشائعة لهم عندنا فيعب لايت تون يعني يتألم والشائع ليه اللي هو يقولك استوتمي لايت يعني أنا آسف أو توتمي لايت على طول جميل دي بمعنى أنا آسف اللي هو أنا متألم علشان الحالة ديه أو الحاجة اللي حصلت فاللي هي أنا آسف والفيعب اللي أنا برضو حابب أضيفه دلوقتي هو في تون في تون اللي هو يؤلم فاقولك مثلا ماين كوبف توتمي فيه ماين كوبف توتمي فيه يعني راسي تقلمني جميل ده كده بالنسبة للأفعال اللي بتعمل ده طيف ولكن طبعا دي مش كلها في أفعال تانية ولكن ده اللي مطلوب لنا كمستوى الأعينس نحن نتعلمه وأنا كمان ضفت لكم الفيابين دولات علشان شائعين جدا في الاستخدام طيب ده كان بالنسبة للأفعال نروح بقى للبريبوزاتسيونن هنلاقي هنا البريبوزاتسيونن مداتيف عندنا حرف الجر ناخ يعني إلا وبتيجي مع البلاد اللي ليس لها أداة والقراط والمدن فاقولك مثلا شفليج ناخ تويتشناند شفليج ناخ تويتشناند يعني أنا هسافر لألمانيا فبتيجي مع البلاد اللي ليس لها أداة برضو بمعنى إلا ولكن بتيجي مع الأشخاص والأسماء اللي هي أي حاجة لها أداة لها أداة معرفة مثلا يعني أنا زاهب للطبيب جميل ده بالنسبة لتسو فبتيجي مع الأشخاص أو الحاجات اللي ليها أداة معرفة تالت بريبوزاتسيون معانا هو باي يعني لدى أو عند أو ممكن بتيجي بمعنى في مثلا مثلا اقولك إيه يعني أنا في العمل اللي هو أنا عند العمل أو أقولك مثلا إيه يعني أنا عند الجامعة اللي هو المقصوب بها أنا في الجامعة جميل فهي معناها لدى أو عند مع الأشخاص والأماكن حلو كده بعد كده عندنا حرف الجر مت ده بمعنى مع بتيجي مع الأشخاص ووسائل النقل وبتيجي بمعنى حرف ب فقولك مثلا بالسيارة جميل فقولك مثلا مدم أوتو يعني بالسيارة بالعجلة مدم فغاد وهكذا حرف الجر أوس وفون أنا كده كده أجاب لكم الاختلافاتنا بينهم والتريك كمان اللي فيهم وأعرفكم كل حاجة عنهم إن شاء الله ولكن سريعا أوس يعني من تدل على البلد أو الموطن ولما بتيجي مع المادة الخام فقولك مثلا يعني دوت مصنوع من الدهب وهكذا فون بتدل على القدوم من عند شخص أو الأماكن برضو حرف جرب معنا من وهنشوف الاختلاف ما بينهم وناخد أمثلة عليهم زيت يعني منذو تدل على فترة زمنية محددة طيب دلوقتي هناخد مع بعضنا الاختلاف ما بين أوس وفون هنلاقي هنا هوت فون بتيجي مع الاتجاهات فقولك مثلا فون هنتن يعني من الخلف فون أنفانج أن يعني من البداية نمقولك خلينا نبدأ من البداية فون أنفانج أن يعني من البداية ده تركيب كده هو التحفظه زي ما هو وفون ده أن يعني زي ما بنقول كده بالعربي بقى من هنا ورايح يعني لما كون بشرح لك مثلا أحداث فاحة في قصة فقولك بقى من أول هنا فيما فوق بقى فيما بعد الأحداث اللي جاية كلها البطل مثلا مات البطل جر له حاجة فقولك فون دقا وأم يكمل بقى من هنا بقى فيما فوق أو من هنا فيما بعد ذلك كذا 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 فبرضو بتيجي مع التركيب دوت فون بتيجي برضو من وإلى فقولك مثلا فون بس وده فون تسو بتيجي مع حروف الجر اللي هي متركبة زي مثلا اقولك دي فوخة جيت فوم مونتاج بس زونتاج يعني الأسبوع بيسير من الاتنين لحد الأحد جميل ده بالنسبة لفون مع حروف الجر التانية بتيجي بمعنى الملكية فقولك ديا فاتا فون فاتا إس ديا أوبا فالأب من الأب فأنا ملكت إن الأب دوت أبو الأب ده فهنا أصبح هو الجد فده مفهوم الجد فلما حد يجي يسألك يعني إيه أوبا تقوله ديا فاتا فون فاتا إس ديا أوبا يعني يكون الجد فأنا هنا بملك جميل وبتيجي مع فاسن بمعنى تعرف عن فقولك مثلا فاسن ذي فون محمود التلباني ماذا تعرف حضرتك عن محمود التلباني هتقول محبوب محبوب بر الوالدين جميل ده بالنسبة لاستخدامات فون في حاجة كمان اللي هي الاختلاف بقى ما بينها وما بين أوس في النقطة ديت مهمة جدا لما بتيجي من مكان كزائر يعني إيه فأقولك مثلا محبوب التلباني وهنا محبوب التلباني الاختلاف ما بينهم محبوب التلباني مثلا يعني أنا جاي من المدرسة ولكن كزائر يعني إيه يعني أنا مثلا ولي أمر رحت المدرسة لإبني عنده استدعاء ولي أمر فأنا رحت المدرسة فمثلا وانا جاي فزوجتي بتسألني أنت جاي منين فهم قيل لها يعني أنا جاي من المدرسة ولكن هنا مش معناه أن أنا طالب لأ أنا كنت هناك كزائر مش بروح كل يوم وباجي لكن لو أنت حضرتك يعني طالب في المدرسة فهتقول هنا إن المدرسة ديت خلاص بقيت حاجة شبه موطنك أنت كل يوم رايح وجاي عليها فالسؤال اللي أنا كنت سأله أودا أودا أنهي الصحة وليه هما الاتنين صحة ولكن دي لها معنى ودي لها معنى هنا ديت انت رحت كزيارة كيوم وخلاص كولية أمر مثلا ولكن انت هنا طالب فالمدرسة ديت الموطن بتاعك جميل ده كده بالنسبة للاختلاف نيجي بقى للبريبوزاتسيون aus بتيجي من الموطن بمعنى من مع الموطن فأقول لك أو مثلا أقول لك يعني بيتر جاي من الشمال فبتدل على موطنك جميل وزي ما شرحنا الجملة بتاعت شكومة أوزداشولية وبعد كده بتيجي مع قدوم الشيء من الداخل للخارج فأقول لك مثلا يعني خل القطة تخرج من الصندوق ده اللي هو الصندوق بتاع القطة اللي هو مصنوع من الحاجة زي الخشط ولكن ده برضو غيدة فندونج بمعنى اللي هو بوح باللي في صدرك زي يجيب اللي في بطنك كذا ما بنقول مثلا بالعامية اللي هو خل القطة تخرج من الصندوق اللي هو يعني تكلم كده ها طلع اللي في بطنك وبتيجي مع المادة الخامزة زي ما قلنا زي مثلا ليدا دي زايدة دي باومفولة يعني الجلد وزايدة يعني الحرير وباومفولة يعني القطن فأقول لك مثلا دي زي شو زند أوس اشتن ليدا يعني الحزاء دوت زند أوس اشتن ليدا مصنوع من الجلد الطبيعي وطبعا احنا عارفين اني دي شو خدت زند هنا لان هي دايما بلوغار ملحوظة كده في السريع ده كان بالنسبة لاختلافات فون واوس مع تريكات بتاعة شكومة فون دي شولة وشكومة أوس دي شولة جميل وبالمناسبة في سريعا كده يعني انا المعلومة ديت انا عارفها من الكلية كان دكتور عندنا في ألسن كان عامل زي مسابقة كده للي هيعرف يجي اوبع على السؤال دوت كان ليه جايزة فعشان كده المعلومة ديت محفورة في دماغي طيب خلونا نكمل مع أول حاجة معانا اللي هي البشتمتة ارتكل هنلاقي هنا هو الجشلشتر زي ما احنا عارفين ماسكولينوم نويتروم فيمينينوم بلوغال النوميناتيف بتاعهم دير دس دي و دي فالداتيف هنا هيبقى دير بتتحول لديم والدس بتتحول لديم والدي بتبقى دير والدي بلوغال بتبقى دين بلوس ان وهنعرف ايه البلوس ان ديت حالا فبيقول هنا هوت اني يضاف للإسم الجامع ان في حالة الداتيف ما لم يكن منتهي بس او دا ان يعني لو احنا دلوقت عندنا حالة داتيف والاسم اللي بعد كده ده هو الجامع فهنضيف الأداة دين وبعد كده الكلمة ذات نفسها لو مش بتنتهي بس او بان هنضيف لها ان وهنشوف مثال حالا زي مثلا هنا هوت ما قلت اش هلفة جانا دين فغايندن فغايند دا يعني الاصدقاء ودي الجامع منها والمفرد فغايند وداتو دا طب هنا احنا دفنا ان لان دي قعدة لو هنا هوت في داتيف والداتيف هنا هوت من هلفن يعني كل حالات الداتيف معلمها لكم باللون الاصفر عشان تلاحظوها فهنا هلفن اللي عمل داتيف في الجملة ودي التغيير اللي حصل في الجملة اللي هي بقيت دين فهنا عشان جامع الكلمة مش منتهية باس او بان منتهية بايه فضفنا لها ان جميل؟ طيب نكمل بقيت البايشبيلة معنا النهاردة عندنا اول مثال فاقول اش بن باي ديم آتست انا عند الطبيب انا دلوقتي لمحدث ان انت فين دلوقتي اقول اش بن باي ديم آتست او ممكن تقول اش بن بايم آتست ودي الاسهر والاقصر لاستخدامك اش بن بايم آتست فديت ممكن تتحول للصيغة ديت الابكات سونج دوت اللي هو الاختصار ده وانا كايب لكم برده اخر الحلقة كل الاختصارات اللي موجودة بحابة حابة اشتكنت حواليها بتختص بالدرس بتاع النهاردة تاني مثال معنا يقول لك اش جات سو ديم آتست فاد آتست اداة دير فدير بتتحول لديم فهتبقى ديم آتست او هتقول اش جات سم آتست ودي اللي مستخدمة او الاكسر استخدامة في الكلام لانه هي اسهل فهنا حرف الجار تسو هو العمل داتيف ود آتست يعني طبيب اداة دير فدير بتتحول لديم في الداتيف فهتبقى تسو ديم أو تسم آتست ثالث حاجة في كوم اش تسو دير بوست في كوم اش تسو دير بوست يعني اروح ازاي لمكتب البريدي اللي هنا فتسو هنا دوت هو العمل داتيف وي بوست يعني البريد زي البوستة كده هوت المكتب البريدي اداة دي فتحولت لديم فهتبقى تسو دير عشان ديه اداة دي ودي في الداتيف بتبقى دير او ممكن نختصرها لبقى تبقى تسو جميل رابع مثال هي ا اموز دين فراجن انتواطن هنا انتواطن هي دي اللي عملت الداتيف زي ما خدنا الافعال اللي بتعمل الداتيف ففراجن دي ايات هنا في حالة الجمع فهتاخد دين وهي اساسا للفراج مفرد وفراجن جامع فهي واخده ان فمش هنضف لها ان جميل والجامع دي بتتحول لدين في الداتيف فحطينا دين ده كان بالنسبة للموضوع سهل جدا ولزيز وانا اموضح لكم اللي بيعمل الداتيف والتغير اللي حصل في الجملة اني هنا دي بقى دين وهنا دي بقى دين فالموضوع سهل ما عليك انك انت تركز بس وتكتب ورايك تاني حاجة معانا الان في الماسكولينوم والنويتروم اين والفيمينينوم اين وطبعا البلوغال احنا عارفين مفيش في البلوغال عندنا اداة ناكرة فالداتيف برضو بدل اين هتبقى اينم وهنا اينم واين هتبقى اينا زي ما قلنا ديم وهنا ديم وهنا ديع هنخليها هناخد الام نضفها الهنا والام الهنا وفي الديع هناخد الام ونحطها هنا موضوع سهل جدا ناخد مثالين كده هو ببساط عشان ما نضيعش وقت الحلعة فهقول لك مثلا اش جير يزت مت اينم فرويند انس كينو يعني انا هروح دلوقتي مع صديق لي للسينما فرويند اداة دير هنا مت هي اللي بتعمل داتيف فانت لاحظت ان هنا داتيف وفرويند اداة دير فدير في الماسكولينوم الان بشتمتة لهي اين فاين بتتحول لي اينم جميل مت بتعمل الداتيف فانت شفت انا هوت الكلمة باين يعني صاق ادتها دس فدس هنا النوتروم في الام بشتمتة اين ولكن مع الداتيف اللي هو مت بتبقى اينم فهتقوم حاطة اينم موضوع سهل يا شباب طيب الحالة اللي بعد كده احنا طبعا عارفين زي ما قدنا في حلقة الاكوزاتيف بس يعني ما او ماذا لغير العاكل من للعاكل الفاعل في حالة النوميناتيف من للعاكل مفعول به في الاكوزاتيف و الجديد علينا فيم يعني من للعاكل في حالة الداتيف مثلا هقولك فيم جهور داس اوتو هنا ليه بقيت فيم لان فيه نهوت الفاعل جهور اللي هو يخص اللي هو بيعمل داتيف فانت بتسأل عن واحد في حالة الجر والمجرور علشان الفاب المستخدم بيعمل داتيف فلما يتكون الفاب اللي بيستخدم في الجملة بيعمل داتيف بتبقى الاداة فيم اللي هي لمن لمن هذه العربية فهتبقى فيم جهور داس اوتو وبالتالي الاجابة هتبقى في الداتيف هقولك اس لان اداتها داس فعوضنا عنها باس اس جهور ديم فاتا هي تنتمي للأط او اقولك ماين فاتا زي ما هنشوف في البستسيف اعطيك الادوات الملكية فعشان فاتا داتها دير فدير في الداتيف بتتحول لديم علشان فيه هنا بيعمل داتيف جميل اللي بعده الباسنال بنومن هنضطر نحفظهم مع بعضنا اش بتبقى ما دو بتبقى دير ار و از بتبقى ايم زي اللي هي هي بتبقى ايا فيا نحنو بتبقى انز زي اللي هي هم بتبقى اينا ونلاحظ اني ال اي هنا هوت ديت اه سمول كلاين جميل ال اي هنا هوت بتبقى كلاين وزي اللي هي حضرتك صيغة الاحترام بتبقى اينا ولكن ال اي بتبقى جغوس و ايا اللي هي انتم بتتحول لي ايش ايش جميل هنضطر نكتبهم ونحفظهم مع بعضين وزي ما خدنا في المثال ايش دانك دية او دانك دية يعني شكرا ليك فهنا دية بتبقى في الداتيف لان دانكن فعل يشكر بيعمل داتيف فتبقى دانك دية جميل زي ما قلنا الليبة ديش فليه علشان فعب ليبن يحب بيعمل اكوزاتيف فبنشوف دو في الاكوزاتيف بتبقى ايه فهنا دا بيعمل داتيف فبنشوف دو اللي هي انت انا عايز اشكرك انت فدو هنا هو في الداتيف بتبقى ايه؟ بتبقى دية فهقول ايش دانك دية جميل؟ طيب ناخد مثال كمان فيقول لك مثلا مين كنت هت جبوت ستاك يعني طفلي عندو عيد ميلاد فيا جراتوليرن ايم فهنا جراتوليرن احنا لاحظنا ان هو فاعل بمعنى يهنق بيعمل داتيف فاحنا بينه هنقه هنا دمير غائب مذكر هو جميل؟ فبنبقى ايه؟ هو دو الدمير الغائب المذكر فهنشوف داتيف بيتحول لايه؟ بيتحول لايم فهنكتب هنا ايم زي ما احنا شايفين جميل؟ كل ما عليك انك انت بس بتحلل وتركيز شوية والموضوع سهل جدا بعد كده عندنا الادوات الملكية في حالة الجر والمجرور هناخد مثال بسيط وبعد كده هنطبق على الباقي كله mine اللي هو بتاعي انا مثلا فهنا في ال لو جي بعديها كلمة ادتها دا او داس في الداتيف بتبقى لو جي بعديها كلمة ادتها دي اللي هي مؤنس هتبقى هنضيف لو جي كلمة بعديها في الجمع بلوغال هتبقى ونفس القاعدة بتطبق على الجميع طب ناخد مثال اقول لك مثلا ها باتريك دانكت زاينم فاتا ها باتريك دانكت زاينم فاتا ففاتا هنا اداته دا جميل نلاحظ دا اهو وهنا زاين هنا دي البسة استفاتك الادات الملكية وعندنا دانكن يشكر بعمل داتيف ففاتا اداته دا فبنحط اداة الملكية ونضف لها اي ام زي ما انا كاتب هنا بيضاف اي ام طيب لو اداتها دي زي مثلا فاتما هلفت ايغا موتا موتا ام أداتها دي مؤنس وهلفن فعل بعمل داتيف بمعنى يساعد فهنا إيا أمها أهي إيا وبنضيف إيا إع عشان هنا في دي اللي هي المؤنس فبنضيف إيا إع جميل بعد كده عندنا داس باست مينم أونكل نيشت عندنا هنا أونكل أداتو دير زي ما احنا كتبين هنا وعندنا هنا باسن بيعمل داتيف فهنضيف إيا أم لأدات الملكية زي ما احنا كتبين هنا آخر حاجة معانا وهي زي هنا داية زي اللي هي هي لأن الفاب مصرف مع الضمير الغائب للمؤنس هي وعندنا هنا هوات اللي عمل الداتيف حرف الجرل باي يعني لدى أو عند آآ يعني عامة أو خالة وأداتها دي اللي هي مؤنس فهنضيف آآ للبوسسيف أرتيكل فهتبقى إيغة تانتر جميل كل اللي عليك إنك إنت بس هوات أنا كتب لكم الإضافات وهي الأداة وهنا عندنا القعدة العامة وهتطبق عليها وتشوف هنا الفاب بيعمل داتيف وإيه هنا اللي عمل الداتيف في الجملة وهتكمل على القعدة زي ما هي وأنا طبعا جايب لكم أمثلة كتير جدا في آخر الحلقة كالعادة وهتحلوها لو أي حاجة وقفت معيكم هتكتبوا لي ولكن الموضوع سهل جدا إن شاء الله محتاج فقط تركيز آخر حاجة معنا النهاردة النيجاتيف أرتيكل طبعا إحنا عارفين الماسكولين كاين والنويتروم كاين والفيمينينوم كاين والبلوغال كاينة كالعادة هنضيف AM في المحايد AM كاينة والمؤنس كاينة هنضيف AR والبلوغال كاينة هنضيف AN كالعادة الموضوع خلاص بقى ثابت مثال برضو بسيط زي ما أقول لك إش هلف كاينم ميتشن ميتشن يعني فتاة أداتها داس وهنا عندنا هلفن فعل بمعنى يساعد بيعمل داتيف فهنا الداس اللي هو النويتروم بتاخد كاين ولكن في الداتيف بنكتب كاينم فهتقوم كاتب كاينم المثال الثاني إش هلف كاينم فرويند فرويند أداته دير فدير يعني ماسكولين في النويتروم كاين في حالة النويتروم ولكن احنا هنا عندنا فرب بيعمل داتيف فهناخد كاينم عشان هنا هلفن بيعمل داتيف بعد كده عندنا إش هلف كاينم فرو عندنا هنا فرو أداتها دي يعني فمينينوم ولكن أنا عايز أنفي فالف الفمينينوم كاينم ولكن نلاحظ أنه عندنا هنا هوت الفرب هلفن بيعمل داتيف فلازم نحفظ كاينم في الداتيف بتبقى كاينم بندفلها اع فهنكتب كاينم بندفلها اع هتبقى كاينم جميل؟ ده كده بالنسبة للنقاط كلها اللي احنا خدناها الموضوع طبعا بقى سهل طبعا كل الماسكولينوم بندف اي ام في النويتروم اي ام في الفمينينوم اي اع والبلوغال اي ان طبعا مع هذا الموضوع سهل بس هو تركيز والدرس أنا مش عايز أقول لكم انه هو صعب هو مش صعب ولكن محتاج تركيز وشرح منظم وكوبات قهوة كده وانت بتسمعه وانت بتذكره وبعد كده تطبق عليه الموضوع هيبقى سهل ان شاء الله جدا طيب ناخد دلوقتي مع بعضنا في حبة تركات وحبة حاجات أنا مجاهزها بحيث انك انت تنشط الفوتشاتس عندك هناخد دلوقتي ايه اللي انا كلمتكم فيها مثلا زي ما اقول فون بلوس ديم ممكن نختصرها لي فم تكتب كده ان بلوس ديم ممكن تبقى ام ولكن ده حرف جر مشترك هناخده لسه في الحلقات اللي جاية ولكن انا برضو جمعته لكم هنا تكتبوا في النوت بوك بتاعتك عندنا هنا هو تسو بلوس ديم بتبقى تسم زي على طول ما قولك تسم باي شبيل تسو بلوس ديم بتبقى تسو باي بلوس ديم بتبقى باي ولو نلاحظ ان هنا داية دايما بشتم تأتكل عشان حاجة تسهلها لكم دولة هتحفظهم عشان يسهلوا عليك وعشان لما تشوفهم بتبقى فاهم دول جم مني وعندنا هنا هو تكتب لكم ان ناخد سو اللي هو حرف الجر بمعنى الى ممكن لو حابب تسأل عليه بتسأل عليه بفوهن الى اين فقولك مثلا فوهن جاية دو تقول اش جاية سم اعتست انت رايح فين الى اين انت زاهب تقول انا زاهب الى الطبيب فبتسأل عنها بفوهن او بتسأل عنها بفوهن من اين جميل باي لدى او عند تسأل عنها بفو اين او باي فيم عند من عند مين انت كنت عندي مين مثلا كنت مبايت عندي مين فقولك باي فيم هستو ايبا ناخدت لان هنا طبعا هو البرفكت يعني لما تكون عايز بتتكلم عن حاجة في الماضي لكن بس انا حبي تدلكم مثال لما استسأل عنه عند مين فتقول باي فيم او فو بس دو فتقول اش بن بايد اونی انا في الجامعة مت ميت زي ماقولنا مع او بي او كلام ده كله فاقولك او مت بهم او مت понад غم على من فپوات انا اقود بلعجله او او مت perfect جميل فهنا بمعنى بماذا او اقول لك مثلا متفين فازدو انت كنت مع مين هتقول اشفا مت محمود جميل زايت منزو فلما حب اسألك منزو متر فزايت فان منضوع صحي اخذ حاجة بقى معنا لو عايز تقول الى المنزل يعني ناخ هاوزر دي حاجات كده تحفظها هتقول مثلا اش جيه ناخ هاوزر انا رايح للبيت انا ذاهب الى المنزل ناخ هاوزر وبعد الطعام يعني ناخدم اسن ناخدم اسن يعني بعض الطعام لو عايز تقول في المنزل ممكن تكتب تسو هاوزر او تخليهم الاتنين مع بعض هما الاتنين واحد تسو هاوزر يعني انا في المنزل احب اسألك انت فين تقول تسو هاوزر يعني انا في البيت اش بنت تسو هاوزر لو عايز تقول كلمة من البيت فتقول فونتسو هاوزة من المنزل فونتسو هاوزة يعني من البيت لما حب اقول لك انت جاي منين فايصول انا جاي من البيت تقول انا جاي من البيت كلمة على الاقدام يعني تسو فوس وهنا ديت اس ست او ممكن تكتب اس اس تقول مثلا اشجيت سو فوس انا زاهب على الاقدام انا مش هاجي مثلا بالعجلة لا ده انا احابب ان انا مشي على رجلي فهنا ديت معنى على رجلي او على الاقدام فبتكتب تسو فوس ده بالنسبة لكل الحاجات اللي انا حبت اجمعها لكم واتكلم عليها النهاردة انا عارف ان الدرس ده سم شوية ولكن يعني انا حبيت ان انا اجمع على قد ما اقدر ولخص ونظم الموضوع مش صعب ولكن محتاج تركيز زي ما قولت دلوقتي هناخد الاوبنج بحيس ان احنا نشوف ايه بتاعنا وتبتدي تحل ولو في حاجة ويفية قدامك تكتب لي طبعا في الكومنتس اسفل الفيديو وان شاء الله هاكتب لك الايجابة الصح او هنبتدي نتناقش حواليها طيب خلونا نكتشوف الاوبنج علشان الوقت كده طول عندنا هنا هوت الاوبنج يعني التمارين اول حاجة مثلا انا كتب لك هنا هوت يعني نحن نهنق المدرس وكتب لكم جنبيها الاداة ام يعني ماسكولينوم اللي هي دا فبتشوف دا بتبقى ايه في الداتيف وتقوم كاتب هنا مجرد بس ان انت بتشتغل على البشتمتة ارتكل فتجهز نفسك في الاسئلة دا وطبعا هتبتدي تشوف ايه هنا اللي عمل الداتيف دايما علم كده هوت وفهم نفسك اللي بيعمل الداتيف تاني حاجة معنا الام بشتمتة ارتكل اقول لك هنا زيتس ارتكل من ام داتيف اين يعني استخدم الاداة دا 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 في حالة الجرد والمجرور فهقول مثلا اين مونات فارش انتين اولاو يعني انا هروح في رحلة هذهب الى عطلة فهنا اين مونات داية انا عايز تصرف الاين داية في الداتيف فهتبتدي تشوف الاين بتبقى ايه في حالة الداتيف وهكذا في الخمس حاجات دولت بعد كده معنا هي شقرت المرأة لمساعدتها فهتشوف برضو الدي هنا هو بتبقى ايه في الداتيف وايه هنا اللي عمل الداتيف وهكذا وهنا هنلاقي ان بشتمت ارتكل مع البشتمت ارتكل واخر حاجة معنا النهاردة هنشوف مع بعض اول مثال هيقول لك مثلا دايتشلان gefällt mir sehr gut aber mein heimat und meine freunde نقط ميازية فهتكتب هنا هوة الفياب او الشيء اللي ناقص هنا على حسب الجملة ودوت يعني يعتبر اصعب اه house of gaba في الحاجات اللي فتدي كلها فهتحلوهم وتكتب لي في الكومنتس تحت وان شاء الله يبقى كل شيء صح وبعد ما هتخلصهم طبعا هتخش على جوجل تكتب مسلا اه داتيف وبنجن تمارين على الداتيف وتبتدت خش تحل عشان دايما تلاقي زاكرة عندك ناشطة والموضوع يبقى سالي اسمعيك ان شاء الله ولو اي حاجة وقفت قدامك طبعا تكتب لي في الكومنتس تحت بس كده كان موضوع النهاردة اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان يكون تنظيم الفيديو والتجميع كلها زي ما احنا متعودين اللي هو يبقى في كابسولة يبقى الموضوع شامل بحيث انك انت ما تفضلش تدور على دا وعلى دا وعلى دا يبقى كل حاجة مع بعضيهم في فيديو واحد فاتمنى يكون الفيديو عجبكم وطبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش بين ديها ديس فيديو جفال ان هتكون ادرس في انجليانات حسبتها في عجل سنشمان يوتيوب كانت سوى ابو نيغن ازاك تشوز بسم نيكس مال ايرا محمود دومتم في امان الله يا شباب سلام عليكم فالدنك في رت زشاؤ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا